أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أراحب بيديو في هذه الفقرة زكا محمد زكا محمد ببركة حبيب يزال فول الحمد لله زكا أيمن زكا محمد لله كله كويس أحمد جمال وأيمن جل بيرتو طبعا والحقيقة لأنهم من جمهور الأهلي وعايشين مع جمهور الأهلي مجد بظروفها يعني النهاردة وجهت نظر أن احنا شفنا قرارات تاريخية من لجنة إدارة الأزمة لكونها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اليوم من اللي فاته والنهاردة شفنا قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي وجهت نظري برضو أسمح وجهت نظركو قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على مصلحة جمهور النادي الأهلي وحماية جمهور النادي الأهلي صعوبة الموقف بتبرز لك بعظمة القرارات اللي طلعت صياغة البيان كيفية التغلب على المعضلة الدائمة كيف أتعامل باحترافية وديبلوماسية واخد كل حقوقي دي عظمة البيان لما تجي تتكلم على انك لم تتغافل كل هذه النقاط واستطردت من خلال البيان الموجز اللي تكتب فيه كل ما طلبوا جماهير النادي الاهلي خلال الايام السابقة وكنا خلال الايام السابقة في احتكاكنا وتعاملنا مع جماهير النادي الاهلي الناس كلها كانت بتطالب بهذه الطلبات توقيت المتصق مع الاصدار الرسمي للموعي والفينيو او الملعب بتاع المباراة النهاردة والقرارات تطلع في نفس اليوم والمطالبات تطلع في نفس اليوم بكل ما طلبوا جماهير النادي الاهلي مش بس بتكلم على عدلة تحكمية مش بس بتكلم على سعة الملعب والمناصفة لانه ده ما يتصق ما يقدرش الكاف انه يخالفه لانه ما صدر في ما اعلنوا الكاف انه هذا ملعب محايد بما اني بتكلم على ملعب مركب محمد الخمس انه هو ملعب محايد للمباراة النهائية ما بين النادي الاهلي اذن هو مش ملعب الوداد فانا من حقي تماما ان انا اطالب بكل هادي المطالب وعلى الكاف انه يستجيب فعظمت هذا القرار في التوقيت في الصياغة في القرار في انه تضمن كل النقاط اللي طلب بها جماهير النادي الاهلي خلال الايام الماضية والتوقيت بالنسبة لي عظيم جدا انه يصدر في نفس اليوم عيما